جاء الغزاة معنونين قدومهم بإزالة الخطر المؤكد والوشيك فدمار هذا الكون حزت سلاحه وجميع شر الأرض قد وجدوه فيك أخفيت أسلحة الدمار لتعتدي ولتبتدي بالأقربين مجاوريك لهفي على هذا الدمار ووهمه الآن بتنا نرتضيه ونرتضيك لهفي على الشر الذي بك كله الخير شرك إذ يقاس بشانقيك مره كويس ورهيب وممتع بس وله ما أقدر أصور فيه هذا حق أكشن كذا اللي واحد لما يجي يضارف يلبسه لكن وقت تصويق إبالك إيش تروح تعلق وكذا فيب شكرا ملتقى الوتاكو على هذه الهدية الجميلة راح أترك لكم روابط حساباتهم في الوصف وموقعهم الإلكتروني ومتجرهم الإلكتروني عفوا تقدروا تطلبون الحاجات الحلوة هذه من عندهم وكمان أشياء كثيرة ثانية ومنتجات خاصة لمحبي الأنيمي والوتاكو بشكل عام حلقة اليوم حلقة مأساوية كسائر الحلقات عنوان الحلقة كان طلقة قاتلة وبالفعل كان للحلقة من اسمها نصيب كبير وشهدنا موت واحدة من ألطف وأرهب الشخصيات وهي ساشا موت ساشا يا جماعة أمر محزن ومؤثر بالنسبة لنا أكيد وبالنسبة لسكان جزيرة باراديس ودموع ميكاسا وآرمن وكوني وجان حالها تشرح كمية ألم الفقدان اللي كان يعوم في الأجواء لحظة موت ساشا وكوننا يا جماعة عشنا وتأسسنا في هذا المسلسل على حب باراديس وحب أهاليها فطبيعي رح نحس بهذا الحزن الشديد على موت ساشا أكثر من حزننا على أي وفيات وضحايا ثانية من مارلي وإلديان مارلي ولكن أحب أقول لكم معلومة من وجهة نظري لو إن المسلسل بدأ بالعكس وعيشنا مع مارلي وإلديان مارلي وخلانا نشوف الحياة من منظورهم صدقوني يعني أقدر أقول لكم بنسبة كبيرة مشاعرنا بتكون مختلفة تماما وراح نجد صعوبة في تحديد من معها الحق ومن هو الشيطان الحقيقي وربما كنا بنحزن حزن شديد على موت بيرتولد وصوفية ومارسيل وأودو وغيرهم من الضحايا بنفس حزننا على موت ساشا وهذا اللي جالس يحاول يوصل لنا الكاتب الموضوع في له أكثر من وجهة نظر الحرب قذرة ونتنة وملطخة بالفساد والمشاكل الأخلاقية صعب جدا إنك تحكم في من له الحق إن كانت مارلي قتلت وعذبت واضطهدت الكثير من الإلديان فالإمبراطورية الإلدية في قديم الزمان قتلت ودمرت ملايين البشر ومارلي أخذت بزمام الأمور بعدها وبدأت ترد الدين لبردايس وبتستمر هذه المعضلة الأخلاقية معانا إلى أجل غير مسمى وباسم إيش باسم الحرب والثار حلقة اليوم قد تكون خالية من الأكشن ولكنها بالتأكيد مليانة دموع من دموع قابي على موت صوفية وأودو إلى دموع كوني وارمن ومكاسا على موت ساشا المأساوي آخ يا ساشا على السريع عزيزي الوجيه لايك واشتراك لو منت مشترك وخلونا نبدأ والله مقدمة مرة طويلة اليوم تبدأ الحلقة بمشهد نهاية الحلقة الماضية راينر بتحول الغريب والغير معهود تحول مشوه وغير كامل وتبدأ المعركة ما بين راينر وإيرين مباشرة وبمجرد ما بدأت المعركة انتهت في نفس اللحظة وسقط راينر بضربة واحدة من إيرين ولكن راينر ما كان هدفه يقاتل أو يدمر إيرين في هذه اللحظة بل كان هدفه تلبية نداء وصرخات قابي وفالكو وانقاذ غاليارد بين الموت المحتوم وبالفعل نجح في تحقيق هذا الهدف وانقذ غاليارد من قبضة إيرين وانتهى القتال بشكل سريع إيرين شاف انه طاقته خلاص استنزفت ومعاد يقدر يقاتل أكثر من كذا ألاصي عمي قتلت اللي قتلت وأخذت العملاق المطرقة يكف كذا فقال فيما معناه يعني خلاص يا ميكاسا خلينا نمشي ولنا لقاء آخر يا راينر نصف فيه حساباتها الماضي أمانة يا جماعة توقعت ان هذا المشهد يكون أطول من كذا ويكون مشهد قتالي كذا ضخم كنت متوقع نشوف معركة طا حينما بين إيرين وراينر وكنت متوقع نشوف نهاية قال يارد على يد إيرين بعد الوضع الصعب اللي كان فيه ولكن إيسامة جحفلنا وسوى شيء مختلف تماما غير اللي توقعناه وانتهى المشهد على كل حال وميكاسا أخذت إيرين في حضنها وعلى بلدي المحبوب والديني بعدها يبدأ فيلق الاستطلاع بالانسحاب تدريجيا والرجوع إلى الطائرة ويمكن ناقشنا هذه النقطة قبل كذا ولكن مشاهد اليوم خلتنا نركز أكثر على بدلات ومعدات المناورة بشكل أدق التطور اللي على البدلات يا جماعة مرة رهيب حتى شكل البدل كده مع اللون الأسود والفضي صاير مرة فخم صح المهم يبدأ فيلق الاستطلاع بالانسحاب والرجوع إلى الطائرة ولكن قابي قالت على جثتي يا ولاد الشياطين وأخذت بندقيتها اللي فيها خمس طلقات فقط ركزوا على موضوع الخمس طلقات شوية بنسولف فيه وانطلقت مسرعة باتجاه الطائرة وبطبيعة الحال لحق وراها فالك وبنرجع لهذا المشهد بعد شوية يوصل إيرين وميكاسا إلى الطائرة باستخدام معداتها المناورة ويفتح لهم الباب الجميل آرمن ونظرات آرمن لإيرين كانت تحكي الكثير نظرات عتب على اشتياق على تعجب كيف كنا وكيف صرنا يا إيرين قد قتلت بني إلديا في أرضهم حتى بكيت وما يبكي لهم أحد ما زلت تقتلهم قتلا وتأسرهم حتى اشتكت لهم الأحشاء والكبد المهم يمد آرمن يده إلى إيرين ويدخلوا إلى الطائرة وهنا وصل الشيخ والقائد ليفاي وعلى عكس أرمن وميكاسا استقبال ليفاي لإيرين كان مرة سيء كان مرة حاد ليفاي يقول لإيرين كذا يا لمنظرك المقرف وكأنك خارج من حوض كله براز الله يكرمكم وبعده في لمح البصر ليفاي نقل إيرين من شرق الطائرة إلى غربها برفسة واحدة كعادته يحب يرفس كثير ميكاسا حاولت تدخل ولكن أرمن كذا قلها يعني بعيونها اهجدي خلي ليفاي يشوف شغله وهجودي هراس كفاية يرجع ليفاي يرمي كلمة مهينة لإيرين ويقول له أشوف أنك ما زلت تصلح للرفس يا ولد باقي أقدر أرفسك في إشارة منه إلى ماضي إيرين وكيف أنه ليفاي كان يرفس زمان يا فاكرين ترفس إلين قال آمين المهم يا حبيبي ليفاي مقضيها يرمي كلام ولا يبالي يرفس برجله يرفس بلسانه يرفس العملاق القرد رفس رايح جاي فوق إننا مصدومين من تعامل ليفاي القاسي مع إيرين شفنا كمان إثنين من مساعدين ليفاي يوجهون أسلحة تجاه إيرين إيش فيه؟ إيش بنا يا ولد؟ ويش مسوي إيرين؟ ليش موجهين عليه أسلحة؟ ماهو صديقكم وحاميكم العملاق قول له كيف وفي نفس اللحظة انكشف لنا شي مرة مهم وهو إن إيرين بطريقة ما هرب من جزيرة باراديس وراح إلى دولة مارلي وفي لقى الاستطلاع بطبيعة الحال ليحق وراه علشان يرجعه وفي هذه الأثناء كان فيه رسائل وتواصل بينهم وبين إيرين يطمنهم فيها عليهم ويشاركهم معاه مخططاته واستخباراته وعلى كل حال هنا عرفنا سبب حقد وغضب القائد ليفاي على إيرين وهو بسبب إنه وداهم في داهيا وخلاهم يلحقوا ورا بلا 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 يرجع المشهد بعدها لوصول جان إلى الطائرة توني وساشا يساعدوه في الدخول إلى الطائرة وهنا لاحظنا كمية الاستياء على وجه جان بالرغم من إنه بقية الجنود مبسوطين وجالسين يحتفلون بهذا الانتصار إلا إنه كان مر ماهو مبسوط جان مر زعلان وكان رافض لمبدأ الحرب أصلا وحزين جدا على كمية الناس اللي اضطر إنه يقتلهم أو يشوفهم يموتون على يد إيرين والشلة ويبغى الحرب هذه تنتهي اليوم قبل بكرة وسبب وجوده هنا مثل سبب وجود البقية وهو استرجاع المتهور إيرين بعدها كوني ياخذ جان وساشا في حضنه ويا مسكين يا كوني وكأنه حاس إن هذا بيكون آخر حضن وآخر لمسة من يده إلى يد ساشا وبعدها قلبوها مزح واستهبال كوني يقول لجان أنت والكم شعر اللي في دقنك هذه وساشا تقول له من جد ليش تربي شي ما راح تضطر إنك تاكله ويلا يا جماعة متى يجي العشاء نجيعان وهذه المحادثة الظريفة والسريعة كانت إشارة من الكاتب لتذكيرنا بقد إيش ساشا تحب الأكل تحب اللعب طبعا الكل في هذه اللحظة خلاص صار موجود داخل الطائرة إلا شخص واحد ما زال متعلق في الطائرة وهو لوبوف وكان هدفه إنه يحمي مؤخرة الطائرة إلين يخرجون من أراضي مارلي بسلام واكتشفنا برضو إن عدد وفيات فيلق الاستطلاع بعد كل هذا الطحن ما تجاوز ستة وفيات فقط وهذا بحد ذاته يا جماعة يعتبر انتصار مرة كبير تخيل تشارك في معركة تقتل فيها مئات بل آلاف الناس وتدمر كتائب بحرية وبرية وتقتل قادة دولة مارلي وتاكل عملاق وتدمر وتهزم أربع عمالقة ثانين وآخر شي ما يموت من عندك إلا ستة أشخاص وربي انتصار ابن ستة وستين انتصار وهذه الستة وفيات توريك إن فيلق الاستطلاع مرة قوي وصعب جدا إنك تدمره بالإضافة إلى تعاون القرد معهم بنرجع للموضوع هذا بعدين ولكن على الأقل الآن العالم عارفين إن العدو ما هو فقط عملاق إيرن بل أيضا فرقة الاستطلاع وقوتهم الرهيبة يرجع المشهد الفالكو وهو يلحق ورقابي وأخيرا مسكها من يدها ووقفها يقول لها ابنتك على ما تسوي جالسة تلحقي ورد طائرة برجلينك ومعاكي بندقية إيش تتوقعي بتسوي يعني ما في فايدة إنك تركضي وهجودي بس رتاحي هنا بدأت تتجلل معضلة أخلاقية للحرب بشكل أوضح وأوضح قابي تقول لها فالكو صوفية ماتت مدهوسة تحت صخرة أودو مات مدهوسة تحت أرجل الناس المذعورين حراس البوابات اللي كانوا يحموني ماتوا بواسطة بنت تقصد ساشا وضحت برضو إنها بالرغم من إنها شوية إلدية داخل معتقل مارلي وقيمتها لا تساوي شيء بل إنها مجرد حثالة وبقايا من الشياطين إلا إنها ما زالت تحب مارلي وتحب وطنها وتشوف إنه من واجبها إنها تدافع عن هذا الوطن وإنت بكل بساطة يا فالكو جاي تقول لي لا تلحقيهم وقفي ليش ماتوا كل هذول الناس ليش ماتوا تلقائد زيك ليش ماتت صوفية ليش مات أودو ليش أصلا كل هذا الدمار حل علينا نفس الكلام اللي قالوا إيرين في بداية الموسم الأول لما هجموا عليهم العمالقة وراينر وبيرتول فالكو يرد عليها ويزيد المعضلة الأخلاقية للحرب تعقيد فوق تعقيد ويقول لها إنه برضو جزيرة بردايش صابهم ما أصابنا إحنا هجمنا عليهم وقتلنا من قتلنا منهم هما الآن جاءوا منتقمين إيرين أمه ماتت على يد عملاق والكثير من أهله وأصحابه ماتوا على يد راينر وبيرتولد وآني ما نقدر نلومهم ترد عليه قابي وتزيد الموضوع تعقيد فوق تعقيد وتقول له فيما معناه يعني أنت شفت هذا الشي بعينك شفت أم إيرين تنأكل شفت أهل بردايس يموتون يرد عليها فالكو يقول لها لا تقول له أنا كمان ما شفت هذا الشي بعيوني هل هي تقصد أنه الكلام اللي سمعه فالكو قد يكون مجرد كلام ومجرد حجة واهية تبناها سكان بردايس لأنفسهم علشان يهجمونه على مارلي أو إنها تقصد إنها الآن ما يهمها وإش صار طالما إنها ما شافت شي بعيونها ما نقدر نجزم ولكن الكلام هذا مرة كبير وتكمل كلامها وتقول هذولك مجرد شياطين في جزيرة بردايس وهذا الشي اللي أنا وإنت تعلمناه وهذا هو الشي اللي تم تلقينا إياه غير كذا ما يهم إيش سمعت إيش ما سمعت كلام فاضي كل اللي يهم الشي اللي نعرفه والتاريخ اللي تعلمنا على كل حالة جماعة هذا الكلام مرة كبير الكاتب في هذه المحادثة يرجع ويكرر ويورينا قد إيش الموضوع مرة ملغوصهم عقد وقد إيش الحرب تعمي عيون الناس وتشوش بصائرهم وتزرع الحقد والغل في قلوبهم وتخليهم يمشون بدون هدف واضح مارلي هجمت على بردايس لأنها كانت تعتقد إنهم العدو بردايس رجعوا ينتقمون بعدها لأنهم كانوا يبغون ينتقمون ولا أنهم يحسبون مارلي العدو والآن العالم كلنا ويرجع ينتقم من جزيرة بردايس لأنهم شايفين إنهم العدو وأنا وإنت في النص عزيزي الوجيه معادي إحنا عارفين نقف في صفها ذولي ولا في صفها ذولي ولا نجلس نتفرج وإحنا ساكتين لغوصة لغوصة والله أعلم إن هذه المعضلة إذا ما جاء أحد يحط حد لهذه الحرب مثل ما عمل الملك فريدس رح تستمر هذه الحروب بدون هدف واضح ولمجرد الثأر فقط لا غير وهذه هي حالة التوتر اللي يبغى يتركن فيها إسامة يبغانا نعرف قد إيش الحرب قذرة وإشعال نارها سهل ولكن إطفاءها وإخماد نارها صعب جدا وقد يكون شبه مستحيل بعد هذا الحوار المعقد تكمل قابي ملاحقتها للطائرة ويلحقها فالكو بعد ما افتكر كلمات راينر له لما قال له احمي قابي من هذا الكلام توصل قابي إلى الطائرة من أسفل وبالرغم من إن لوبوف كان يقدر يقتلها إلا إنه لما شاف إنها مجرد طفلة امتنع عن قتلها ولكن للأسف ولسوء حظ لوبوف مباشرة تطلق قابي طلقة عليه وكانت مثل عنوان الحلقة طلقة قاتلة وتستخدم عدة المناورات تبع لوبوف وتطلع للطائرة ويلحقها فالكو يتعلق بجثة لوبوف ويطلع معاها برضه للطائرة وبسرعة دخلت من باب الطائرة وبالرغم من إنه ساشا سمعت أصوات من خارج الطائرة إلا إنه هذا الشيء ما حال بينها وبين الموت ودخلت قابي بسرعة وأطلقت رصاصة الغدر القاتلة رصاصة اخترقت قلب ساشا وأرسلتها إلى الموت مباشرة ما ليش هدوء هدوء ولما كانت قابي على وشك إنها تطلق طلقة ثانية باتجاه جان دخل فالكو منعها وغير مسار الطلقة ولكن ليش منعها فالكو ليش تدخل ووقف قابي هل لأنه فعلا يشوف إنه هذه الحرب ما لها أساس ولأنه مقتنع بكلام إيرين لراينر لما قالوا إننا كلنا واحد في النهاية أو لأنه فقط جالس يحاول يحميها من الموت وخايف عليها من ضريبة تهورها على كل حال يعني الاحتمالات هذه بنكتشف أكثر عنها لاحقا طبعا لاحظوا إن قابي طلقاتها كلها قاتلة طلقة قاتلة أسقطت لوبوف مباشرة طلقة قاتلة ثانية أسقطت ساشا مباشرة طلقة ثالثة كانت مفروض تكون قاتلة في اتجاه جان لو لا تدخل فالكو تغيير مسارها وهنا عرفنا وتأكدنا قد إيش قابي فعلا بالرغم من صغر سنها إلا إنها قوية وعندها مهارة عالية في استخدام البندقية كل طلقة تطلقها قابي تقريبا ما تغلط يكتمل المشهد بهجوم فيلق الاستطلاع على قابي وفالكو وينهالوا عليهم بالضرب والدهس بدون أي رحمة ولا كأنهم أطفال وطلبوا من جان في النهاية إنه يسمح لهم برمي قابي وفالكو من الطائرة وخلاص يخلوهم يموتوا ولكن هذا الشي ما حصل شكرا جان خلونا نرجع الحين لموضوع البندقية تبع قابي هما وضحوا لنا إنه بندقية قابي أو بنادق مارلي بشكل عام تستوعب خمس طلقات هل هذا التوضيح له سبب وإلا مجرد توضيح كده على الماشي من وجهة نظري أتوقع إنه في سبب ربما نكتشفوا لاحقا ليش يوضحوا لنا التفاصيل هذه مرة ما عندهم سالفة لا في سبب بس إيش هو ممكن نعرف بعدين وحاليا البندقية تبع قابي يفترض إنه فيها طلقتين متبقية من أصل خمس طلقات الرصاصة الأولى قتلت لوبوف اللي كان متعلق في الطائرة طلقة قتلت ساشا وطلقة كانت بتصيب جان ولكنها ما صابته ما أدل لو هذا التوضيح اللي جالسة أقوله لكم مهم بخصوص عدد الطلقات ولكن أحس إنه مثير للاهتمام وإنتوا عارفين يعني تحرياتي دايما إيش تجيب الغايبة لا تجيبها كويسة هل الطلقتين الباقية في بندقية قابي رح يتم إطلاقها بطريقة ما يمكن ويمكن لا ويمكن تحرياتي هذه تطلع كلها بريال ولكن خلونا نحط هذه المعلومة في الحسبان احناش خسرانين يرجع المسهد لساشا وهي مستلقية على الأرض قلبي عليك ساشا الإنسان بطبيعته جماعة لما يشوف الموت يسأل عن الشيء اللي يحبه أو الشيء اللي يشاغل باله وهنا ساشا المسكينة وقبل ما تموت بلحظات ما سألت عن أي شيء ثاني غير الأكل ما أدري وقتها صراحة أحزن ولا أضحك على أمنية الموت هذه ولكن ما عليها ساشا ربما في حياة أخرى تأكل لحم ينتقى المشهد بعدها إلى القائد ماقث وقدامه بيك تتماثل للشفاء وهنا انكشفت لنا معلومة مرة مهمة معلومة أجهض التحليلاتي الماضية وهي أن الجندي الطويل أبو لحية اللي كنت أتوقع أنه آرمن طلع ماهو آرمن أنا ما نعرف ليش توقعت أنه آرمن طويل كيف توقعت أنه آرمن؟ تناحى تناحى المهم من الشخص الطويل هذا طلع واحد من قوات مارلي ماهو إلدي بل مارلي أبا عن جد وبالتحديد واحد من الجنود اللي تم إرسالهم إلى جزيرة بردايس في المهمات الاستطلاعية البحرية مارلي كانت ترسل سفن استطلاعية لجزيرة بردايس بين فترة وفترة وهذا الشخص الطويل كان واحد من المحاربين في هذه السفينة لو بعد ما طلع ولد طلعت بنت واللحية هذه كانت مجرد لحية مزيفة أوكي يا جماعة أنا عارف بتقولون أنت يا وجيه قلت أنه آرمن وطلع مش آرمن تحليلاتك فاشلة بس على الأقل توقع لللحية أنها مزيفة طلع صح سألك لنفسك يا وجيه سألك لنفسك قرجع المشهد إلى قابي والدماء على وجهها وتصيحوا ترمي كلام أبعدوا أيديكم عني أيها الشياطين على أساس أنها ملائكة يعني نسيت نفسها تراكي زيهم إيش بنا نحن لم نخسر بعد القائد زيك خلف لنا عزيمته روحه سوف تحيا معنا سوف نلعنكم إلى أن تلفظوا آخر أنفاسكم احرصوا على أن توصلوا كلامي هذا إلى العقل المدبر بعد ما تقتلوني أي روح وأي قائد وأي عزيمة وأي بطيخ يا جدتي العقل المدبر يروح أمك طلع زيك اللي أنت لسه جالسة تمجد يروحه وهنا ينكشف تحليلي الأسطوري وتوقعاتي الرهيبة ويظهر زيك في الطائرة معهم وهو مقطع الأيادي والرجول أقصر بلا يا جماعة أني فنان قلت لكم موتة القرد ما هي طبيعية كده في فيلم هندي كان قاعد ينساق علينا بعضكم قل لي ألا لا يا أخي كيف أكيد ماتي وكذا الكاتب ما يا حبيبي ما في ما مات وطلع كلامي صح أي حط لايك المهم بعد صياح قابي هذا يأخذها جان ويقولها تعالي تعالي روح يقولي هذا الكلام والهياط حقك بنفسك للعقل المدبر على قولتك ويا هي مفاجأة ويا هي سبرايز ماذر هقر لقابي وفالكو وفي النظرات وفي الصدمة على وجه قابي وفالكو العقل المدبر لكل هذه الحوسة طلع زيك زيك القائد الأسطوري المخضرم يطلع خائن ينهر زيك لو كمان البنت الطويلة هذيك أمليحية طلعت مساعدة زيك علشان كذا سمحت له يروح وما خلت يطيح مع غاليارد وبيك تحت الأرض والشخص الأسمر اللي كان يقود الطائرة أبو اسم مرة صعب طلع كمان المساعدة الثاني لزيك وبما انهم مساعدين زيك فطبيعي انه قدر يقنعهم بمخطط ويخليهم ينضمون له الزبدة يا جماعة والله هي صدمة العمر لفالكو وقابي شوفوا خلونا من قابي بس فالكو فالكو إذا شفناه يوم كده مختل عقليا ويمشي في الشوارع عريان ربيعي جدا بعد الصدمات اللي شافها خلاص إيش ده طفل قد كده وعاش الصدمات هذه كلها يا ساتف يا ساتف بعدها تطلع هانجي من غرفة قيادة الطائرة وتأكد على كلامنا وتقول لزيك هل صار كل شيء مثل ما هو مخطط له يا زيك هيقر طبعا النظرة اللي على وجه زيك كانت تفسر كل شيء وقتها الحين هو أوكي مبسوط ان خطته مشيت بس مصدوم هذولي اللي ثنين اجاب أمهم هنا مصدوم المسكين ما كان متوقع ان خطته تنتهي بهذا الشكل أيوة نعم الخطة مشيت بالمليمتر يا حبيبتي هانجي بس في خطأ بصير صار في الحسابات في خطأ ما كنت حاسب له حساب هانجي فجأة اكتشفت وجود فالكو وقابي وقالت أحى من هذولي البزورة يرد زيك ويقول لها هو دايا روحي الخطأ اللي صار في الحسابات الطفلين هذولي ما هم جزء من الخطة ولسان حال زيك يقول ايش جاب أهل أهلكم هنا الله ينكبكم بعدها اتضح لنا اسم البنت الطويلة وهو يلينا أو يلينا شيء زي كذا يصيح عليها جان ويقول لها مفروض انك كنت تدفني العربة والفك تحت الأرض ايش اللي صار خربطتي أم الخطة علينا ومات علينا كم واحد بسببك ردت عليه فيما معناه وقالت له والله يشوف انا خبيتهم تحت الأرض بس خرجوا عادوا يش يسوي صار اللي صار وهنا برضو وضح لي فاي وأكد على كلامي في الحلقة الماضية يوم قال ان القرد كان يرمي الصخور بشكل معين بحيث ما يصيب أحد الموضوع كله تمثيل وبالغ حبتين برمي الصخور شوية علشان لا يلفت الأنظار له بحكم انه العربة والفك وقتها كانوا موجودين والله شوفوا انا ما ودي صراحة اتفاخر بنفسي بس والله تحليلاتي رهيبة متابعة اللي كل حلقة اربع مرات جالسة تعطي نتائجها بالله اعطيني لك اعطيني لك لا تنسى بالله طبعا كان في حوار حاد ما بين ليفاي وزيك هنا ليفاي ما هم سامح القرد أو زيك ولا هم تعاطف معا أو خلاص اللي فات مات يا حبيبي ولكنه مستخدمه كجزء من المخطط وراح ينهي حياته في أي لحظة يعني بعد ما يحقق أهدافه وزيك تقريبا ما عنده مشكلة بهذا الشي يعني خلاص هي خاربة خاربة خليني أموت وأنا مسوي حاجة المشكلة النجاف بالي على طول ليش ضحب أمه وأبوه لما كان صغير زيك وخلاهم يموتوا وفتن عليهم أخي والله لغوصة يا أخي لغوصة فيه فيه تفاصيل كثيرة بنكتشفها يا جماعة عن زيك والمخطط تبعه هل فعلا بيموت ولا هل فعلا مدري شناوي بس فيه فيه تفاصيل كثيرة نحتاج نعرفها مستقبلا بعدها شفنا الكلمتين الأخيرة اللي رماها ليفاي لزيك وقال له أنا من النوع اللي يتدخر جزءه المفضل من الوجبة للنهاية اخيه القرد هاذا قيمتك بالنسبة ليفاي منتقرت ولا عملاق ولا زيك ولا إنسان حتى انت مجرد تحليك بعد ما ياكل يحلي عليك اخيه بلتلكم ليفاي يرفس بكل الطرق رفس رايح جاي مو بس برجوله حتى بلسانه ينتقل المشهد إلى إيرين ويقول فيما معناه لحين قتلنا قادة مارلي ودمرنا أسطولهم البحري وجيوشهم وهذا الشي ما يعني الانتصار ولكننا اشترينا لأنفسنا شوية وقت نعيد ترتيب صفوفنا فيه ونزبط المظابيط ومن هذا الكلام رد عليه هانجي وتقول له شوية وقت بعد ايش يروح امك العالم كله رح يهجم علينا الحين بسببك انت يا ايرين نكبة كل مرة تطيح في يد العدو نلحق وراك وننقذك مو مرة اكثر من مرة جاسين خاطر بحياتنا علشانك قتلنا ابرياء ودمرنا صروح ومباني كل هذا علشان خاطرك يا ايرين وانت استغليت هذا الشي وهربت من جزيرة باراديس ونفذت الخطة اللي في راسك وبكل ثقة لانك عارف اننا راح نجي وننقذك زي كل مرة واوكي احنا انقذناك هذه المرة ثقتك فينا فازت هذه المرة ولكن حط في بالك انك خسرت كل ثقتنا فيك وانت الان شخص خطير وما نقدر نثق فيك قادي كذا وهذا يا جماعة احد اسباب غضب هانجي وليفاي والبقية من ايرين حطهم في موقف مرة سيئة وزاد من كره العالم لهم اتوقع يعني لو انهم خططوا بخطة افضل من كذا لكان صارت الامور بشكل مختلف يرد زيك في محاولة منه لتهدئة الوضع وتحسين وضع اخوه ايرين ويقول يلا على اقل الان عندنا العملاق المؤسس والمهاجم والمطرقة وكمان انا وعملاق الوحش والدم الملك اليسري في عروقي معاكم يعني انبسطوا يا جماعة اوكي صح اننا خسرنا ودمرنا وقتلنا الناس كثير ولكن كل هذه الاشياء راح تكون سبب في تحقيق المخطط الكبير تبعنا وهو استعادة مجد وامبراطورية الديا يعني اوكي ايرين حطكم في موقف صعب ولكن كل اللي صار بالرغم من مشاعته الا انه بيصب في صالحنا يعني لا تقسوا عليه بزيادة بعدها يوصل كوني وينقل الخبر الحزين الى بقية الطاقم ويقول لهم ساشا رسميا ماتت وتنتهي الحلقة على ضحكات ايرين الساخرة والغضبانة في نفس الوقت ويرجع لنا مشهد لماضي ساشا لما سرقت اللحم وتنتهي الحلقة بهذا المشهد التعيس اه والله معاد عندي اي كلام اقوله يا جماعة خلوا باقي الحلقات تفاجئنا كفاية تحريات كفاية تحليلات كذا كثير يا اسامة كذا كثير معاد خليت فينا اي حياة موت ساشا قتل كل شي جميل فينا في هذه اللحظة ايش سويت على كل حال وكتعقيب اخير يا جماعة الحلقة القادمة غالبا بتكون في جزيرة بردايس كون الطائرة اصلا متوجهة الى جزيرة بردايس مثل ما هو واضح وبنكتشف اكثر عن مخطط زيك وكيف تحالف مع بردايس وبنكتشف اكثر عن هروب ايرين وكيف هرب وكيف دخل الى مارلي ويش التفاصيل الثانية وبرضه بنعرف ايش بيكون مصير قابي وفالكو وكمان عرفنا الان ان مارلي معاد عندهم الا عملاقين راينر ومنهار وحالة امه سيئة والعملاق العربة ما من امه فايدة تقريبا يعني الا اذا كان معها عملاق ثاني الى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الاعجاب كان معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة